لماذا يتأخر الفرج غالبا؟ وما الحكمة أننا ندعو فلا يستجاب لنا؟ هل هناك خير من وراء تأخر النصر أو الفرج أو كشف الغمة؟ هذا ما سنتعلمه اليوم أيها الأحبة فتابعونا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أيها الأحبة ما هو علاج ظاهرة تأخر الفرج تأخر الشفاء تأخر النصر تأخر استجابة الدعاء كثير من الناس يتساءلون منهم من يظن أن الله لا يحبنا أن الله لا يستجيب دعائنا أو أننا مقصرون انظر أخي الحبيب ما دمت تدعو الله بإخلاص أنا أقول لك إن الله يحب أن يسمع دعائك أكثر وأكثر الحياة قصيرة جدا أخي الفاضل هي ساعة من ساعات يوم القيامة الله بحكمته وعلمه للغيب يعلم أن حياتك أيها الإنسان التي ستمتد ستين أو سبعين أو مئة سنة لا تساوي إلا ساعة من ساعات يوم القيامة الذي يقدر بآلاف سنين خمسين ألف سنة انظر هذا الموقف الصعب لذلك المجرم يوم القيامة يقول ويوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يعتقد بل يقسم يقول أنا كل هذه الدنيا هي ساعة من ساعات أهوال يوم القيامة تخيل ذلك اليوم الإنسان يغرق في عرقي لا أحد ينقذك ابنك يفر منك أقرب الناس إليك يهرب منك لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني موقف صعب لا يوجد موت حتى لو تمنيت الموت لا يوجد خمسين ألف سنة تمر طويلة جدا على المقصر ولكن المؤمن سبحان الله يسهل عليه ذلك اليوم ويظلله الغمام فلا يشعر بشيء لأنه مكرم عند الله لأنه صبر في الدنيا وانتظر الفرج ولم ييأس من روح الله أنا عندي هنا آية أخي الحبيب في آخر أو آخر سورة يوسف عليه السلام الله يصور لنا كيف أن الأنبياء يصلون لمرحلة شديدة جدا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين طيب ماذا نستنتج من هذه الآية انظر إلى سيدنا نوح عليه السلام فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما طيب سيدنا نوح يعني كان رخيصا عند الله وهو النبي الكريم من أولي العزم الذي صبر كثيرا على أذى واستهزاء قومه الذي بلغ الأمان كما هي ودعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا لم يترك طريقة إلا ونصحهم حتى وصلوا لدرجة يعني أنهم استهزأوا به وسخروا منهم وأرادوا إخراجه ولم يتركوا شيء إلا وفعله وهو الصابر طيب لماذا سيدنا نوح لم يقول يا رب لماذا تركتني تسعمائة وخمسين سنة أنتظر ألف سنة إلا خمسين عاما لم ييأس يعني اليأس يستطيع أن يغلب أي إنسان سيدنا نوح لم ييأس ولا الأنبياء طبعا فالنصر أخي الحبيب يأتي في اللحظة المحرجة والدقيقة بحكمة الله يعلمها كذلك المرض المرض الذي يصيب الإنسان هذا المرض أنت لا تعلم ماذا يفعل بك كيف يطهرك من الذنوب كيف يصرف عنك من الشر ما لا تعلم قد يصرف عنك من الكفر من الطغيان من الفاحشة ما لا تعلم أحيانا المرض يحبس صاحبه عن ارتكاب الفاحشة يحبس صاحبه عن أكل الربا يحبس صاحبه عن ظلم الناس أنت لا تدري لو كنت بصحتك وقوتك ماذا ستفعل كيف سيغويك الشيطان لذلك دع الله هو الذي يتصرف أنت مهمتك أن ترضى بقضاء الله لذلك كل تأخر للنصر أو الفرج أو الشفاء أو رفع الضيق هناك حكمة عظيمة الله يعلمها طيب أنا كيف أعلم أن الله يريد لي الخير ويحبني وأن هذا ابتلاء الله يرفع درجتي عنده الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا ابتلا أكثر له البلاء والنبي أشد الناس بلاء والأنبياء كذلك ثم الصالحون طيب كيف أعلم أن الله ابتلاني ليطهرني ويرفع منزلتي المؤشر بسيط جدا هل تقول الحمد لله وتصبر وأنت راض ومقتنع بقضاء الله وتعلم أنه لن يكشف عنك الضر إلا الله هذا هو المقياس إذا كان هذا حالك إذن اعلم أن الله سيطيل هذا الأمر عليك ويؤخر الفرج لحكمة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين هذا المجرم الكافر اليوم أخي الحبيب العالم يتحكم فيه للأسف مجموعة من الملحدين دول عظمى تتحكم في هذا العالم يسوقون للإلحاد والشذوذ والربا وأكل أموال الناس بالباطل والفاحشة والقمار واللهو والعبث هذه هي المنظومة العالمية اليوم أنت كمؤمن ينبغي أن تعلم أن الذي يحرك هؤلاء هو الشيطان فلا تستجيب لهم أن تكون من الفئة القليلة الناجية فنجي من نشاء دائما الذين ينجيهم الله الفئة القليلة الصابر المحتسبة كما حدث مع سيدنا لوط عليه السلام آلاف مؤلفة ربما عشرات الآلاف أو مئات الآلاف كلهم كانوا ملحدين قال تعالى على لسان الملائكة التي جاءت بالعذب فما وجدنا فيها أي في القرية أو في المدينة غير بيت من المسلمين هو بيت سيدنا لوط كان وحيدا في منطقته هو الوحيد المؤمن وسط مجموعة من الشاذين جنسيا على رغم من ذلك لم ييأس حتى جاءه النصر وأنقذه الله ونجاه من العذاب وأهلكهم الله ببحجارة أرسلت عليهم تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا إذن أنا المقياس الذي يجعلني سعيدا في هذه الدنيا أن البلاء كلما تراكم والمشاكل كلما تفاقمت وكلما تأخر النصر وكلما تأخر الشفاء وتأخر الفرج اعلم أن هذا اختبار لك ليختبر الله قوة إيمانك والفرج سيأتي ولكن في لحظة الله يختارها هي اللحظة التي تحقق مصلحتك أيها المؤمن لذلك لو لو طلعنا على القرآن أخي الحبيب نجد أن الله لم يقل إن الله مع الأغنياء لم يقل إن الله مع المرفهين لم يقل إن الله مع الذين يملكون العقارات لا لا قال إن الله مع الصابرين طيب أنا إذا لم يكن هناك بلاء على ماذا أصبر إذا كانت كل الأمور متاحة أمامك الحالة الاقتصادية الحالة الاجتماعية المعيشة الظروف البيئة التي تعيش فيها كلها رفاهية طيب على ماذا تصبر إذن إن الله مع الصابرين أيضا الله يحب الصابرين فإذن نحن في هذه الدنيا نحتاج إلى أن نغير نظرتنا خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب غير نظرتك فقط للدنيا انظر أن هذه الدنيا هي عبارة عن رحلة تقوم بها كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الغريب يعني ذهبت في رحلة لمدة يوم يومين لا تبالي ما يحدث معك ستنتهي هذه الرحلة ثم تعود إلى مستقرك وهو القبر لأننا كنا أمواتا فأحيانا الله ثم يميتنا ثم يحيينا إذن المستقر الحقيقي هو في القيامة ويسبقه عالم البرزخ في القبر فأنا عندما أنظر إلى الدنيا على أنها هي ساعة فقط أرتاح جدا مهما حدث معي لن أحملهم لأن الموت قريب جدا وبالتالي ما دام الله هو الذي يؤخر استجابة الدعاء ما دام الله هو الذي اختار لي هذه الظروف ما دام الله عز وجل هو الذي أصابني بهذا الضر لأن الله يقول وإن يمسسك الله بضر لم يقل إن يمسسك فلان أو فل لأن الكون كله أخي الحبيب تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يحرك شيئا إلا بأمر الله وإن يمسسك الله بضر لم يقل إن مسك فلان وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويكشفه في اللحظة المناسبة التي تحقق مصلحتك والخير لك قد يكون الخير في الآخرة أنت لا ترانه قد يكون الخير لحظة الموت عندما تكون فرحا والناس من حولك يبكون أنت تكون فرحا مسرورا في هذه اللحظة فإذا ما دم تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يكشف هذا الضر فقط ولكن الله يهيئ الأسباب كلنا أسباب وتعتقد أن الخير أيضا الله يصيبك به وإن يردك بخير وإن يردك من من الذي يردك فلان أو فلان أو مديري في العمل أو فلان لا لا الله وإن يردك هو سبحانه وتعالى وإن يردك بخير فلا رد فلا رد لفضله لا يستطيع الكون كله أن يرد فضلا كتبه الله لك وبالتالي هذه الآية شعار منهج منهج لنا وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذن أنا فقط أغير نظرتي للدنيا أرتاح جدا يصبح يتحول المرض والوباء والبلاء والضيق والظلم والأذى وكل ما أتعرض له سوف يتحول ببساطة إلى رحلة أنا أمضيها في هذه الدنيا هي ساعة فقط وسأعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور نسأل الله عز وجل أن يعجل النصر إن شاء الله وأن يرفع الغمة عن الأمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر